بسم الله الرحمن الرحيم سبارة نمبر انس وقال الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في عفصهم عطوا كبيرا يوم ياؤنا الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق الصماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعوز الصالي وعلى يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك اجعلنا لكل نبي عذبا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فوادك ولت الله تلتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه واخاه هارون مزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمراهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا سناغرقناهم واجعلناهم للناس آية وعاتدنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل قالوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليظلنا عن آلهتنا لولا أعصبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه وفاة تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مضى الظل ولو شال جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قوضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين جدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلتا ميتا ونسطيه مما خلقنا نعاما وأناسيا كثيرا ولقد سرفناه بينهم ليذكروا فابا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي ورج البحرين هذا عزب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من عدون الله ما لا ينفرهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتبكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والعظام بينهما في ستة أيام ثم استبى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاء أفله الأعذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مهانا إلا من عتاب غامن وعمل أعملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله ومروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما قل ما يعبع بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سورة الشورة بسم الله الرحمن الرحيم تاسمين تلك آيات القتاب المبين لعلك باخي نفسك على يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت آناق لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مورضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها مرع كل زوج كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى نئت القوم الصالمين قوى فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صبري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قالا لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عملك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وعات من الكافرين قال فعلتها إذا وان من الضالين ففرعت من رأيكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والعض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تاقلون قال لئن اتخلت لله غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عساه فيذا هي ثوبان مبين ونذع يده فيذا هي بيضاء للنازلين قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من عرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر ذو الميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبه السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة ذو قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعسيهم وقالوا معزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ذو ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمتم له قبلا آذى لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم مجمعين قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نظمع وأن يغفر لنا ربنا خطايانا كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك ما أولثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب عساك البحر فلقف كان كل الفرق كالتوذي العزيم وأزلفنا ثم الآخرين وعجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبدوا أسلاما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون قال أفريتم ما كنتم تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي يخلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسطيني وإذا ملط فهو يشفين والذي يميدني ثم يحيني والذي أتبه ويغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورسة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينعفوا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من عدون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضرال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح على تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وعطيعون وما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وعطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لهم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحون الجني ومن معي من المؤمنين فأعجيناه من معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وعطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وعطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني يخاف عليكم أذاب يوم عزيم قالوا سباء علينا أبعزتا لم تكن من الوعيذين إن هذا إلا قلق الأولين وما نحن ذو عزبين فكذبوا فالكناهم إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وعطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل تلوها حظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين فاتقوا الله وعطيعون ولا تطيعوا أمر المصرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أعطى من المسحرين ما أعطى إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب جوم عزيم فأخذوها فأسبحوا نادمين فأخذوا العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن على تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وعطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي يا لوطن تكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأله وأجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأنطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب العيقد المرسلين إذ قال لهم شعيب ولا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخصرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أعط من المسحرين وما أعط إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال رب أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنظين رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الآجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغطة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منظرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لما زولون فلا تدوم على الله إله آخر فتكون من المعذبين وأنظر عشينتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بنيء مما تعملون وتبكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل نبهكم على ما تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك نثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وشعراء يتبعه الغابون ألم تر أنهم في كل بادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلموا الذين ظلموا أن يمنقلبين ينقلبون سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم تاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤطون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى الكرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تستلون فلما جاءها نوذي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه ونالله العزيز الحكيم وألقي عساك فلما راها تهتزك أنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم الظلم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عبادي المؤمنين وبرث سليمان داوود وقال يا أيها الناس وعلمنا منطقة طيب ووتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنص والطائر فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطائر فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقالا حدت بما لم تحت به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت أمرة تملكهم أوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها قومها يسجدون للشمس من عدون الله وزين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن الصبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من رسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفزدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قالا تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقبيل أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن أشكر فإنما يشكر لنفسه ومن أكفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها نعظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلها كذا عرشك قالت كأنه هو ووتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من عدون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل السرح فلما لأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان إن لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختسمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسياد قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عياذ الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهد يفسدون في العرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك علي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه يداتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لدأتون الرجال شابة من عدون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا قالوا واخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يدطحرون فآجينا هو آله إلا امرأته وقدرنا من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين استقاه الله خير أما يشركون